بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله أهلا بكم توله وصف الثالث الثانوي معكم مستر مستوى شرف نهاردة ان شاء الله نتكلم How to deal with comprehension text ازاي نتعامل مع قطعة الفهم قطعة الفهم مهمة جدا لانها بتمثل بالضبط تلتين امتحها انا عندي قطعتين فهم القطعة الاولى بتبقى عبارة عن narration يعني عبارة عن قطعة ادبية بتبقى عبارة عن حكاية او سرد قصصي او واحد بيتكلم عن قبرة شخصية والقطعة التانية بتبقى عبارة عن قطعة علمية بتبقى كل قطعة عليها 8 اسئلة كل سؤال عليه درجة يبقى بالضبط 16 نقطة في قطعتين ب16 درجة يعني زي ما اتفقنا بتمثل حوالي تلت الامتحة مهمة جدا نركز عليها نرده نتكلم How to deal with that ازاي نتعامل معها ونفك الشفرة بتاعتها ونوصل لأفضل طريقة للتعامل معها وحل الأسئلة عليها طيب الأسئلة دايما بتكون critical thinking يعني هي أسئلة نقضية يعني ماشي موجودة بالنص في القطعة يعني موجودة من خلال فهمك للقطعة وبتلاقي العقب الوحيدة اللي في القطعتين دول انك بتلاقي new vocab يعني رغم انت حافز vocab كتير يعني كلمات كتير او بس بتلاقي فيه كلمات جديدة فمهم جدا ان انت تبدأ تعمل guessing للميننج دي من خلال من خلال فهمك وقراءتك للقطعة طيب let's start كده ونشوف القطعة اللي جات السنة اللي فاتت يعني هنبدأ ان شاء الله بالقطعة اللي جات السنة اللي فاتت عشان دي يعني تعتبر احدث مواصفات للورقة الامتحانية الخاصة بالصف الثالث الثانوي نبدأ كده بامتحان الفين تلاتة وعشرين دور ايه دور اول ايه اول حاجة هبدأ اخذ التكست كله وعمله ريدنج كده skimming يعني اقرأه بسرعة حتى لو في كلمات واقع من مش مشكلة no problem حاول بس اخذ كده نظرة شاملة على القطع وبدأ اخذ فكرة بتكلم عن ايه اعمل شاد و اعمل ضل كده في ايه في الماغة بعد ما عملت skimming للقطع يعني قراءة سريعة واخدت الاسئلة برضو قراءة سريعة هبدأ المرحلة الثانية في القطع اللي هي scanning scanning يعني ايه ان انا هقرأ القطع وابقي بهدف بغرض معين ايه هي اشوف الاماكن اللي هي جاي عليها الاسئلة وابدأ اقرأها وابدأ برضو كده ايه وانا بقرأ احاول طبعا طبعا هي قطع جايه في شكل paragraphs اجزاء كده ابدأ اخذ كل paragraph وابدأ اعمله headline headline يعني ايه اعمل له عدوان كده try to make a summary اعمل له summary يعني ايه اعمل له تلخيص تلخيص ده هيساعدني ان انا اعمل what we call اللي احنا بنسميه critical thinking ان انا يبقى عندي قدرة على التفكير النقدي لان محدش هيعمل عنوان القطع الا ما يكون فاهم القطع كويس او الجزء ده من القطع كويس يبقى اجزاء القطع دي ابدأ اعمل له قلنا ايه headlines الheadlines دي بتساعدني ان انا اعمل critical thinking تفكير نقدي ليه مصر مهم لان قلنا الاسئلة كلها عبارة عن critical thinking question اسئلة تفكير نقدي يعني عايز افهم جدا للقطع اسئلة ايه مباشرة طيب نشوف كده القطع الاولانية وان الهيب تبع عبارة عن narration عبارة عن قطع اه اه ادبية او ايه او سرد قصصي once a bonatime في يوم الايام there was a boy who became bored when he watched over his village sheep grazing on the hillside كان في عندي ولدي ولد ده كان bored قلنا بورد يعني ايه كان عنده حلم لانه قاعد طول الوقت قاعد برائب مجموعة من الشيب اللي هي الخراف grazing on the hillside grazing on hillside يعني اعدب بطرعة في التل طيب واحد يقول لي كلمة grazing مثلا انا مش عارف معنى احنا قلنا يبقى من خلال التكست تحاول خمن المعنى احنا قلنا خراف وتل يبقى الخراف بتعمل ايه في التل اعدب بطرعة في التل خلاص كده يبقى من خلال التكست ابدأ خمن المعنى طيب اه to entertain himself عشان يسلي نفسه بقى و يخرج من المل اللي هو فيه he shouted كان كل شوية يصيح ويقول wolf wolf يعني ايه يعني في ايه في ذئب wolf wolf the wolf is chathing the sheep قالهم ان الايه الولف الذئب بيطارد الايه الشيب اللي هي الغنم طيب لانا حبيت اعمل headline عنوان رئيسي لقت على ما اردت هقول ايه هقول بورد بوي tried to entertain himself by telling lies يعني ولد في حالة من المدل بيحاول ان هو يسلي نفسه وانطرين ان هو بيقول ايه اكاذيب طبعا when the villagers hear the cry طبعا الناس الكرويين الحوالي طبعا سامعوه قاعد بي ايه cry يقول wolf wolf طبعا هيروح ينجدو they came running of the hell to drive the wolf away طبعا راحوا بقى كل واحد تفهم معا ايه عصايا او معا شوما ورايحين عشان يبعدوا الذئب عن الغنم عشان يسيب الغنم ويطفش but when they arrived بس لما وصلوا they saw no wolf مالقوش wolf ما فيش ايه لا فيش لذئب ولا حاجة جدا لما شاف وشوشهم اللي هي الغاطبة لانهما راحهم حس انه ادحك عليهم don't scream wolf boy ايك تعمل كده تاني وما تصحش وتقول wolf warning the villagers بيحذروا when there is no wolf لما ما يكونش في wolf ما تقولش ايه wolf تاني they angrily went back دام الظهل ونزلوا وسبوه هم ايه غضباني طيب عايزين نعمر برضو هيدلاين لجوزء ده اقول ايه the boy made fun of the villagers by saying that there was wolf but there wasn't a wolf او ممكن نقول the boy was still telling lies يعني بيحذر وردو بيقول ايه يحكي اكذيب to make fun of the villagers عشان يسخر من ايه من من اللي هما اللي هما اللي هما الكراويين later the little sheep herder ابدأ لزر معايا كلمات جديدة كلمة sheep يعني ايه خراف وهي بدر معناها راعي اللي هو راعي الخراف اللي هو الولد cried out once again هو طبعا ما sketch التاني برضو wolf wolf the wolf is chasing the sheep يعني يعني الولف الزئب بيطارد الغنم to his amusement يعني هو لسه برضو lying telling lies لسه بيقول ايه اكذيب لان amusement معنا ايه هو بيستمتع عايز بيستمتع بيستمتع بقصة وينقذوا الخراف من الولف to scare the wolf away عشان يخوف ويدفش طيب عايزين برضو نعمل كده headlines اللي قوز ده the boy was still telling lies نفس الكلام برضو and he made fun of villagers by telling lies saying wolf وولف لسه برضو بيصخر من الفلاحين او من الكراويين وقعد يقول لهم ان في وولف طبعا ما فيش وولف وان هو ايه was still telling lies يعني لسه بيقول اكذيب as they saw there was no wolf they said strictly يعني المرة دي بقى ملقوش وولف كمان دي المرة التالتة هيد فقالوا له save your frightened cry for when there is real wolf قالوا ايه يعني وفر بقى حكاية كل شوية وولف دي لحد ما بقى فيه فعلا وولف حقي فيه ذئب حقي don't cry wolf يعني ما تقولش وولف تاني when there is no wolf يعني ما يكونش فيه ذئب but the boy grand at their words يعني ايه كان بيصخر من الكلام بتاعهم while they walked a grumbling down the hill once more طبعا قعد بيصخر منه وقعد بيت حكا دي حكا سفر زي وكده بالظب وهم نازلين وطبعا كانوا grumbling يعني ايه مديقين ولي هو كان ايه بيعملوا ايه معهم طيب برضه عايزين نعمل هنا ايه headline نفس الكلام برضو the boy was still telling lies but this time villagers were so angry with him كانوا قطبانين جدا منه and warned him وحذروا don't say wolf again but when there was real wolf يعني ما يقولش ان فيه wolf ثاني الا لو كان فيه بالفعل wolf لانهما خلاص they started to stop believing هم يعني هما خلاص بدأوا ان هما يتوقفوا ان هما يصدقوا وبدأوا يحسوا ان هو he was a liar يعني ان هو كذب after while بعدها بلحظات the boy saw a real wolf بدأ بقى ظهر ال real wolf sneaking around his flock قاعد بيحوم حوالين القطيع متى كلمة flock يعني معناه ايه قطيع وكلمة sneaking يعني قاعد بيحوم حوالين طبعا الغنم هنا حوالين رأبتها فيه كده الورمز جارس كده بدأت تتحرك وتجري فبدأ يطلع لها صوت فحس ان فيه حاجة بفعل وفعلا لان فيه مراضي فنط على رجله وقاعد ينادي ويقول وولف وولف طبعا في حد يسدو المراضي نشوف but the villagers thought he was falling again طبعا ال villagers حاسوا ان هو falling يعني بيستغفلهم بقى المراضي كمان so they didn't come to help حد يساعدهم طيب لو حبيت اعمل headline على الجوز اقول telling lies making others don't believe us يعني كل ما تقول اكاذيب اكتر بيخلي الناس ما تصدقك خلص بيفقت الثقة يعني people don't trust you يعني بيخلي الناس لا تثق فيك at sunset مع غروب الشمس the villagers went looking for the boy رحوا يدوروا على الولد who hadn't returned اتأخر فرح يشوفوه لسه مرقاش with their sheep لان واضح ان الشيب دي اللي هي الخرف اللي كانت هو برعا كان بتعتمهم when they went up the hell ويما طلعوا على الحل اللي هو التل they found him ويبنجل وقعد بي بعيط there really was a wolf here قال له كان فعلا فيه wolf here المراد the flock is gone وفيش طبعا القطيع كله انتهى التاكل cried out wolf but you didn't come قال له انا قعد تقول wolf بس محدش خلاص احنا كده ارينا الاول قراءة سريعة زي ما اتفقنا قراءة سريعة بعدها هبدأ اخرى حاجة اسمها scanning scanning يعني ايه اخد القطع عندي كده paragraph احاول اعمله headline يعني ايه headline قلنا عنوان قلنا ان انت تعمل عنوان معناه ان انت فاهم كويس القطع كويس يعني عندك قدرة ان انت تعمل what we call اللي احنا بنسميه critical thinking عند اعمل تفكير نقضي اللي عندها يساعدني في حل الاسئلة طب نشوف بقى الاسئلة اللي جاي على القطع number one the moral lesson of the story is that اول سؤال هو تعبارة التفكير نقضي ايه الدرس المستفاد من القصة هل مكتوب كم دفع القطع وش مكتوب بس جاي من خلال فهمك القطع طب نشوف كده you can build bridges with people with your lies طبعا lies اللي هي الاكاذيب لا تصنع ايه لا تصنع تواصل لأن كلمة bridges معناها كبري كبري معناها يعني ايه ان فيه تواصل ان فيه ثقة مع الناس ايه مع الناس الاخرين طبعا عمر الاكاذيب ما تعمل بريجز people never believe a liar for a while but trust them forever طبعا الجملة دي خادعة شوية لان اول جزء فيها مزبوط تمام بس الجزء الثاني غلط فا اقرأ الجملة لحد الاخر يعني بيقول لك ان محدش بيصدق الناس الكاذبة لفترة ولكن بعد كده هما بيثقوا فيه دائما you may deceive all people all the time انت ممكن تخدع الناس طول الوقت people never trust liars even they are telling the truth يعني الناس لا تثق بالكاذبين اللي هو كذب مرة واثنين وثلاثة واربعا هوش مكذب كذب يعني ايه الصفة كررت باكتر من مرة ام بالموضوع ده الناس ما بتصدقش او لا تثق في الكاذبين حتى لو كانوا ايه بيقولوا ايه الحقيقة بعد ما كده وعلوهم اكثر مرة طبعا هيبقى الاجابة ايه letter a letter d خلاص كده نخلي بالنا واحنا قلنا واحنا قاعدين باللخص الparagraphs بتاعت القطعة اللي عندي قلنا المعنى ده وعشان كده قلنا يبقى تعمل headline لكل paragraph ده بيساعدك انت تفهم القطعة number two eventually يعني مع الاحداث the lies of the boy lead to the lies of the boy lead to اكاذيب الولد ادت الى ايه watching the sheep over the hill keeping the sheep away from the wolf breaking trust with the villagers being amused and entertained طائم لو شفت الاربع اجابات هتلاقي ان الاجابة c هي الاجابة الصحيح اللي الاكاذيب اللي هي المستمرة كسرت الثقة مع الايه مع الكرويين خلاص محدش بقى بيثق ايه ما بقاش فيه trust بينهم الاثنين ايه ما بين ايه بين الولد وبين الايه الكرويين انها مش هنفع اقول watching the sheep over the hill قدت ان الولد قاعد يعتني بالخراف على التل ولا keeping the sheep away from the wolf حمت الخرفان من الايه من الذئب ولا being amused and entertain الولد ايه قاعد طبعا amused قاعد يتسلى وقاعد ايه ايه ينبسط يعني بيتضحك على الناس اه الاجابة رقم دي دي اه ده ده كان لفترة ده كان لفترة لحد ما الايه ما الولد فيما جاء وقاضع على كل الشيب ومحدش طبعا ايه محدش لحق ومحد الساعد وبسبب اللي هو ايه breaking trust انه هو كسر الثقة بين الكرويين the villagers might have saved the sheep اف طب اللي هم الفلاحين او الكرويين كانوا ممكن ينقذوا الشيب امتى يعني لو كان الواد صادق لو كان كاذب لو كان هم افتكروا اكاذيب الولد لو هم اهملوا صراخات او طلب بتاع الولد بالمساعدة طبعا واضح او ناتب يعني لو كان الولد امين لو كان هو بيقود الحقيقة بالفعل كان زمان من اول مرة انه شاف الذئب بالفعل كان وكان حمل ايه اشيب number 18 ملاحظين الوقت كل الاسئلة critical thinking اسئلة نقدية ما فيش فيها سؤال مباشر من قطع number 18 according to the innocence يعني طبقا للأحداث اللي قدامي the story the boy was الواد كان stranger from another village هو ولد من قرية تانية a member of the same village هو من القرية نفسها a foolish boy wanting to hunt walvis ولد كان راح يصطاد walvis لالزئاب an ordinary boy hiking in the hills يعني هو ولد عادي كان قاعد يتفسح ويمشي على التلال طبعا هو لو ان الكيست شوية هاخد التربي ليه هو ممبر من القرية ليه هو يعني هو احد اعضاء القرية يعني هو معاهم من نفس البلد لأن انت لو شفت هنا بيقول ان هما متأخر عليهم يعني الجو خلاص الشمس غربت وهو لسه مجاش هما راحوا with their returned او الولد مراجعش with their sheep بالغنم بتاعهم بالاغنام بتاعتهم يبقى الولد ده كان من القرية بتاعتهم وكان بيرعى الاغنم بتاعتهم عشان كده قلنا member of the same village تخلي بنا كويس من الاغنسات the boy was in a critical situation when الوات كان في موقف حريق امتا امتا كان في موقف حريق the villagers believed the boy time after time يما كان الفلاحين بيصدقوا يوم يعني مرة بعد مرة لهم قرويين زي he called for help for the first time يما طلب المسعدة الأول مرة the villagers raged to help يما راحهم يساعدوه وملؤوش wolf he couldn't protect the sheep from the wolf يما المرة بقى اللي كان فيه وولف حقيقة وكانش عارف ينقذ الشيب اللي هو الأغدام من من الطبعا هاخد letter a letter d ده الموقف الحريق انما اول مرة وثاني مرة وثالث مرة ده هو كان اميوز اميوز يعني كان مبسوط جدا كان مستمتع ان هو بيتحك على ايه اللي هو make fun or made fun of the villagers ان هو بيتحك على الكرويين the sentence that can't summarize the stories الجملة ممكن بأتلخص كل القصة دي هي ايه the little boy lost his sheep due to his lies يعني الولد فقد الأغدام بسبب ان هو كداب أو سب اكاذيب the villagers used to believe the liar الكرويين كانوا يصدقوا الكداب the sheep were eaten by a fake wolf يعني الشيب اتكلوا عن طريق ذئب خيالي ما كانتش موجود the liar was teaching the villagers a lesson اللي هو الكاذب علم الكرويين lesson طبعا عمر الكاذب ما علم حد lesson أبدا درسي طبعا هبأ letter A the little boy lost his sheep due to his lies يعني الولد فقد الأغنام بسبب أكاذيب the boy was really a little البوي كانتشغال ايه chaser shivered killer hunter احيانا بتبقى الإجابة محطوقة كلمة جديدة خالص اعمل ابدأ استبعد الإجابات خلاص يعني متعود اقول ايه انا مش عارف معنى الكلمة مش عارفة دي خليها آخر إجابة عندك وابدأ استبعد بإيد الكلمة يعني مثلا انا كلمة shivered انا مش عارف طيب اقول هانتر صياد خلاص يبقى دي ما تنفع انظر كان قاتل لا chaser يعني كلمة cheese يطارد وكلمة chaser يعني مطارد ها يبقى كلمة shivered يعني راعي غنم يبقى احيانا ما تلاقي كلمة جديدة ما تشعرفها خليها الآخر وشوف بقية الاختيارات ممكن ما تكون إجابة وممكن تكون هي الإجابة حسب معاني الكلمات الأخرى الثانية أنا عايز عنوان مناسب للقطع يعني الولد اللي كان بيطارد الأغنام القرويين اللي هما أتلوا الذئب الحكيم والذئب طبعا هتبقى زابوي الولد اللي كان قاعد يصرخ ويقول والذئب طبعا دي أقرب إجابة وأفضل إجابة عنده موجودة يبقى احنا كده اتعاملنا مع القطع عندنا وقلنا الطريقة اللي احنا هنستخدمها عشان نتعامل مع الأنواع دي من القطع بعد كده النوع الثاني من القطع اللي بيجي اللي هي القطع العلمي يعني مرد رابو لتاريخ كبير من التطور أو تاريخ طويل من التطور قبل ما يصنف ويعرف كمرض تحت اسم الاسمن اللي هو الرابو معناه بيكون ضيق في التنفس الكلام تم اكتشافه في الصين سنة 2600 قبل الميلاد من التطور من التطور يعني كان يتم اللي هو عن طريق استخدام هربس إلى عشاب إلى 1950 لحد ناية الخمسينات وين سم تابلت و أدرنالين انجيكشن لحد ما تم اختراع أو اكتشاف بعض العلاجات اللي هي في شكل تابلت طب نسي يعني حبوب وطبعا مادة الادرنالين اللي كان بيتم حقنها اللي هي حقن الادرنالين لو أنا حبيت أعمل الجزء الأولاني ده أعمل هيدلاين أعمل هيدلاين يعني ألخصه في عنوان في سطر هقول هاي هقول التاريخ برق الربو وإنها 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 العلاجات الخاصة بيه أسما إذ وإنها تأميز ببعض الأعراض كلمة سبتم يعني أعراض الأعراض يمكن تكون متنوعة ويتكون متنوعة يعني متواترة يعني في حاجات ثابت وفي حاجات متنوعة بتختلف من فترة لفترة طبعا بيبقى ضيق في التنفس وبيبقى طبعا مع درجات حرارة عادي يعني هو مرض شائع عند الأطفال كبار السن يعني مرض الرب مش خاص بالأطفال بس الأطفال والكبار أسمى كوز ويز بريث لس شاست تايد نس وكوف ات نايت أو ريلي ات بورن يعني الرب بيسبب ديخ في التنفس برضو نفس الكلام أحيانا ما فيش تنفس خالص شاست تايد نس برضو ديخ في الصدر وكوف في الليل أو في الصباح الباكر طيب عايزي نعمل كده تلخيص كده لل البراجرام هؤل ايه The Septembs of Asthma اللي هو Septembs of Asthma اللي هي آراض مرض الرب طيب ممكن برضو علي نقول ايه Definition ايه The Definition of Asthma and Its Septembs تعريف مرض الرب بيحصل ازاي و الآراض بتاعته Genetic Environmental or Equipational Factors are main causes for Asthma يعني مرض الرب بكل أسباب جينية وأسباب ABA If you have Asthma you will suffer from it all the time يعني انت بتعاني من مرض الرب ده هيب معك على طول You will have Asthma tax only when something bothers your lungs يحصل لك نوبات الرب ولو في حاجة ديئة الرئاب The attack happens in your body airways which are the paths that carry air to your lungs طبعا الهجوم بيحصل أو النوبة بتحصل على الشعب الهوائية الخاصة بالرئة اللي هي بتبقى المجرى بتاع الهواء As the air moves through your lungs the airways become smaller طبعا بيحصل ديئ في الشعب الهوائية During an asthma attack وخلال النوبة الخاصة بالأ اللي هي الراب This air gets in and out of your lungs يحصل ديئ في التنفس فالهوالي داخل أولي والهوالي خارج أولي لو حبيت برضو إن أنا أعمل headline أو تلقيس للا this paragraph هؤل طبعا causes of asthma اللي هو أسباب مرض الرب and how does it happen ويحصل بيحصل 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 مسببات أو المثيرات اللي بتسبب مرض الراب They are different from someone to another وبتختلف من شخص الشخص حسب المعنى بتحت They are some common ones as tobacco smoke يعني حاجة مثلا زي دخان tobacco okay اللي هو الدخان dust mite dust mite اللي هي زرات التراب outdoor air pollution التلوث الموجود خارج البيت في الهواء البيت الحيوانات الأليفة mold mold ده حاجة اسمها العث ودبو برضو موجود في زرات التراب برضو smoke from burning wood or grass بيكون حد بيحرق خشب أو بيحرق عشب and infections like flu وبعض الأمراض المعادية زي ال influenza as can be treated by breathing some medicines طبعا العلاق بيكون عن طريق أن الواحد يتنفذ بعض العلاقات or taking some pills أو يأخذ بعض الحموم according to the doctor's advice طبعا طبعا تبقى لإرشادات الطبيب the effect طبعا طبعا نحن نحن برضو اللخص الجزء ده الجزء ده معناه how to avoid asthma attacks يعني إزاي تتجنب نوبات ال ربو إنه يحصل لك شرب ولا يحصل لك نوبات ربو وبيتكلم على things which cause asthma هي بتسبب مرض ال ربو the effect of these two ways of medication can be either to have quick relief control to eat the symptoms of an asthma attack يعني الأثر بتاع العلاجات دي بيكون أثر سريع وطبعا ده بيقلل من الأعراض الخاصة برضي الربو أو نوبات الربو أو to have long control to have fewer and milder attacks أو ممكن يكون علاج على مدار طويل يبقى تحكم على مثلا مدار أطول ودي بتقلل برضو اللي هي نوبات الربو بتخليها ملدر يعني أخف طيب برضو هنا عبارة عن بيكلم على أنوال علاج وفي منها short term وlong term يعني حاجات على المدى القصير وحاجات على long term ومدى الطويل كنا نكون خلصنا القطعة بتاعتنا ونبدأ نحل عليها الأسئلة according to the passage تبقى للقطعة asthma is disease مرض الرمو بيكو مرض بلد chronic accidental heart طيب يعني هل هو مرض بلد خاص بالدم chronic يعني مرض مزمن accidental مؤقت heart يعني قلب طيب هنبدأ نستبعد الأول كده كلمات اللي إلا ما تنفعش معنا heart يعني قلب طبعا مرض صدري وعنوش بالقلب بلد برضو مرض بالدم اتبقى اثنين chronic يعني كلمة chronic يعني مزمن او accidental يعني مؤقت لو أنا بسيط القطعة رجعت القطعة بتاعتي هلأ ان بيقول لك ايه if you have asthma لو انت عندك مرض الرابو you will suffer from it all the time هتعاني منه طول الوقت اذا هو مرض مرض مزمن يقول عليه chronic يعني مرض مزمن كلام ده مدخلال فهمك للقطعة طب كلمة chronic ما قتش في القطعة بس جاء معناها كلمة معناها ايه all the time يعني طول الوقت يعني جملة من دول بتلخص اول طيب لو احنا جينا الاول براغراف احنا اخذنا اهوت اوكي احنا كنا عملي له هيدلاين كده جملة كنا ايه نكلم عن ايه the history of asthma اللي هو تاريخ مرض الرابو and its treatments وال ايه والعلاجات بتحت اوكي طيب نشوف كده الجمد اللي عندي او الاختيارات اللي موجودة عندي asthma is a deadly disease that cannot be treated asthma has a long history in the middle east over its long history asthma has had different treatments there are many causes of being infected with asthma احنا 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 رقم C طبعا هي المناسبة عشان اعمل summarizing او اعمل headlines ل first paragraph or paragraph in marder asthma marder rabu له تاريخ طويل ول different treatments له علاجات ه مو احنا مه مو احنا مو احنا 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 اضح 1 1 بي يتكلم على الهيستري في الميدل إيست فقط لغير وما تكلمش على التريتمنتس يبقى رقم سي طبعا هي أشمل طبعا لأنه تكلم على الهيستري بتاعته عالميا وتكلم على علاجات طول الفترة دي وتطور العلاجات لمرض الرب تبقى القطعة كل هذه الأشياء هي مسببات لمرض الاسمة اللي هو الرب لا يوجد شيء طبعا تبقى الهيربس تعتبر علاج وليس مسبب لمرض الرب يبقى يتعتبر تريتمنت كان زمان كانوا يعالجوا بالأعشاب انما داستي ويزر دي اعتبر مسبب اللي هو التقصر اللي بتلاقي كله تراب يعني مليان تراب وزرات تراب ده بيخلي تنفس الصعب بالنسبة للناس اللي عندها الاسمة مرض الربو ايربلوشن اللي هو تلوث الهواء نفس الكلام برضو وسموكينج اللي هو الدخان The main idea of the passage is هنا بقى انا بكلم على ال passage كلها عايز الفكرة الرئيسية مش باريغراف موية لا لقطعة كلها يعني انا عايز اقوم لأشامل كل المعلومات اللي قاتل ايه في القطعة New medicines to treat asthma have been discovered recently Asthma is an old disease with different symptoms and causes Asthma is a mild disease that can be treated totally Asthma attacks are very dangerous to children at night اشمل جملة عندي هنا letter A letter B دعني بالك ان الجملة دي كلها فيها مع علومات صحيحة ولكن كل جملة غايبة ايه جزء من المعلومة يعني ما بيدنيش معلومة كاملة معادة letter B حاطيني تلخيص لكل القطعة بيتكلمني على ان الاسمت عبارة عن old disease يعني مرض قديم وان له septum septum يعني له اعراض وان له causes causes يعني ايه causes معناها ايه اسباب انما الباقي واخد حتة كده ويتكلم عنها لا اوكي يعني ممكن تكون معلومات صحة بس ناقص انا عايز الجملة عاملة ايه يعني مغطية the whole passage مغطية ايه القطعة ايه كلها طبعا ده بتوافق او موجود في letter B asthma as a disease can be controlled as long as people keep away from it مرض الرب كمرض ممكن ان انت تتحكم في الفترة طويلة بس لازم ايه تبتعد عن ايه symptoms, treatments, triggers, airways الجملة تعتبر يعني كلمة بتاعتها موجودة في القطعة بالنص ابتعد عن ايه المسببات اللي هي بتادي الى مرض الايه الرب طب مسببات يعني ايه هتلاقي كلمة triggers مسببات ودي موجودة عند اهيات في الايه في قطعة بالنص asthma triggers الحاجات اللي بتسبب مرض الايه الرب او بتهيج الشعب الايه الهوائي طيب مرض الايه مرض الرب fever fatigue wheezing coughing طبعا هتبقى ايه fever هو الحم لان مرض الرب ما بيصحبوش ايه height and breacher حرارة ايه مرتفعة كلمة بردو جاي في القطعة إنه ممكن يبقى فيها fatigue يعني ايه اجهاد wheezing ضيق في التنفس coughing اللي هي القحة people who suffer from asthma الناس اللي هي بتعاني من مرض الرب can be more relieved from its symptoms الناس اللي بتعاني من الاسمة ممكن يشعروا بتحسن من الاراض بتحته امتى at dawn in the early morning at midnight at the midday سؤال زي ده لازم ارجع للقطعة كده واركز فيها تاني واشوف يا ترى ايه افضل وقت ممكن اشعر فيه بتحسن من الاعراض الخاصة بمرض الايه الربو طبعا نشوف كده اهوت اه طبعا هو اه هو هنا ما قالكش افضل وقت تشعر فيه في ايه بتحسن من اعراض مرض الايه الربو لا هو جابلك اسوأ الايه اسوأ الاوقات اللي بيظهر فيها اعراض مرض الايه الربو قالك ان هو at night بالليل او early in the morning اما ايه في الصباح الايه الباكر يبقى بالليل وفي الصباح الباكر ده اسوأ اوقات ممكن يحصل فيها ايه او تظهر اعراض مرض الايه الربو طبعا نشوف كده الاختيارات اللي هو حاطيها ادون احنا قلناها من شوية احنا قلنا ادون يعني الفجر in the early morning برضو في الصباح الباكر طبعا ده اسوأ ايها اوقات in the early morning هي هي ادون يعني ساعة الفجر او في الصباح الباكر اللي تنزهي بعض at midnight في منتصف الليل هي هي at night يبقى تبقى عندي كلمة ايه at midday at midday يعني ايه اه 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 وقت الايه الظاهرة وقت الظاهرة بتبدأ تختفي تماما السابتونس السابتونس اللي هي ايه اعراض مرض الايه الربو يمكن تسبب مرض الايه مرض الربو يا ترى يعملي عشان ما يكحش ومرض الاسمى يشتغل عنده على طول او الربو السيدلو يتهيك يعملي في الاماكن اللي هي الوافوءة دي mustn't do mental jobs mustn't do violent exercise must keep pets at home must wear a face mask هاخد طبعا letter D must wear a face mask لازم يبقى لابس كمامة طب دي ما جاتش يا مصدر في القطعة اه بس جات من خلال فاهمك للقطعة احنا قلنا كل الاسئلة بتاعت القطعة critical thinking مفيش اسئلة مباشرة غير كلمة ايها triggers بس هي اللي جات مباشرة الباقي كله من خلال فاهمك للقطعة من خلال فاهمك لايه القطعة نخلي بان القطعة لازم تتقرأ كويس تتفهم عشان اعرف اجاوب على ايه الاسئلة بتاعتها يبقى اخر واحدة قلنا ان ايه عشان تتجنب الاعراض او تتجنب الحاجات اللي هي بتسبب تهيج بالسدر وبتسبب مرض الربو انك لازم تلبس ايه ها كمامة لازم تلبس ايه كمامة على ايه على وشك اه اتمنى يكون الدرس سهل وعرفنا how to deal with comprehension text ازاي نتعامل مع خطة الفهم الموضوصها اللي خالص واللخص اللي احنا قلناه بسرعة كده انا بيجيلي في الامتحان قطعتين قطعة بشكل narration قطعة ادبية بشكل رواية واحد بيعكي رواية short story قصة قصيرة او بيكلم عن قبرة شخصية له والقطعة التانية بتبقى scientific يعني قطعة علمية اه كل قطعة عليها 8 اسئلة اوكي كل قطعة عليها 8 اسئلة كل سؤال عليه 8 درجات يبقى له اتنين بيعمله 16 درجة يعني كده معي بالزبط حوالي تلت الامتحان بتاع اللغة الانجليزية لازم اتفقنا اول حاجة اقرأ القطعة بشكل سريع الاول كده حتى لو فيه كلمات مش فهمة مش مشكلة احاول فكرة عن القطعة بعد كده بقرأ الاسئلة برضو بشكل ايه سريع وابدأ اعمل قراءة تانية للقطعة بس في شكل ايه كده اجزأها باراجرافات هي كده كده بجهالي باراجرافات وابدأ اعمل كل باراجراف ها هيدلاين فكرة رئيسية اعمل له سامرايزين كتلخيص عشان ابدأ انا ها اعمل ايه كريتكال ثينكينج اعمل انا تفكير نقدي كده لان الاسئلة كلها هتيجي من خلال فهم القطعة فانا عشان اوكد انا فهم القطعة ابدأ اعمل هيدلاين لكل باراجراف اعمل ايه عنوان لكل ايه ها باراجراف الحاجات دي هاتفدني وانا بجعوب الاسئلة على اا القطعة ايه الموجودة ايه الموجودة عندي اا بعد كده ببدو اقرأ الاسئلة اوكي ومن خلال كل باراجرافات ان انا قسمت قطع باراجرافات كده باراجراف ابدأ احل من خلال الفهم وليس ها انه اللي فيش حاجة تيجي بالنقل مش هتلاقي اسئلة بالنص ايه ممكن تلاقي سؤال واحد بس يعني متمن اسئلة في كل قطعة هتلاقي سؤال واحد بس بالنص موجود في القطعة وممكن ما تلاقيش خلاص إنما الأسئلة كلها من خلال فهمك للقطع وهضمك كويس للقطع وإن شاء الله نتمنى كده السؤال الكامبرهنشن تيكست يكون مضمون في جبنا ونجيب فيه الفور مارك بإذن الله تعالى والتوفيق إن شاء الله يا شباب